تشهد ساحات الرماية أقبالاً كبيراً من الهواة المحترفين حيث عادة هذه الهواية عبر الفعاليات التي احتضنتها الرياض هذا العام جعل أيضاً يرغب في التعلم عبر الدورات التي تقدمها الاتحاد السعودي للرماية يذكر بأن الاتحاد أقام عدداً من الفعاليات آخرها بطولة خاصة بالنساء حيث اختتمت مؤخراً منافسات أو البطولة الرماية العملية للسيدات في المملكة والتي دارت منافساتها على مدار خمسة أيام ومشاركة 13 لاعبة وحول هذا الموضوع ينضم معي في الاستوديو والحكم الدولي في رياضة الرماية الأستاذ إبراهيم المطيري أستاذ إبراهيم مساء الخير وسعيد بوجودك بحلقتنا أنا سعيد الله أحب إقبال الهواة والمحترفين على هذه الرياضة على ساحات الرماية كيف ترى؟ ما نشهد فلاونا الأخيرة من إقبال على هذه اللعبة لا شك أن يبشر بل خير ولكن أتوقع عندما تفتح الأندية سيكون الأقبال أكثر وستتسع شريحة المشاركة نحتاج إلى افتتاح أندية للرماية؟ بلا شك بلا شك أن الرياضة في الرماية تحتاج أن يكون في أكثر من نادي في المناطق المملكة مناطق المملكة ما شاء الله يعني المملكة العربية السعودية شاسعة في مساحتها طيب دخول النساء في الرماية كيف تشوفها أنت؟ العنصر النساء يدخل في مجال الرياضة في الرماية أنا أراه أنه ممتاز جداً والمرأة السعودية قادرة على التفوق سواء كان في الرماية الأولمبية أو الرماية العملية بالنسبة لمجال التدريب الرماية كيف تشوفها أنت ممكن يكون مع هذا الزخم الذي يأتي لساحة الرماية؟ التحاد السعودي في العام 2021 خرج ما يقارب 153 متدرب في جميع المجالات سواء كان في مجال التحكيم أو كان في مجال التدريب أو كان في الأمن والسلامة وهذا بلا شك إعداد وتجهيز المتدربين إلى افتتاح لندية قريباً إن شاء الله يعني جاءتني معلومة أنه أنت تعتبر أول حكم سعودي في الرماية هذا صحيح؟ صحيح أعتبر أول حكم في تاريخ المملكة العربية السعودية أن يكون في دورات الإلعاب الأولمبية وهذا شرف لي أن أكون أحمل راية المملكة العربية السعودية في أكبر محفل رياضي وهي دورة الإلعاب الأولمبية في طوك كيف تشوف مستقبل الرماية الأولمبية السعودية؟ يعني شفنا الرماية للكويتيين جابوا ميداليات ماذا عن المملكة العربية السعودية؟ المملكة العربية السعودية بلا شك يعني الحمد لله يعني رغم كانت محدودية كانت مقتصرة على فيها معينة من الرياضيين الرماية مقتصرة على فيها ومحددة لكن اليوم مع انفتاح السماح للمدنيين واستماح للناشئين متفاءة تقصد كان مسوح بس العسكريين فقط في الماضي كان مسوح لكنها الحين بما أن المجال مفتوح أصبح مفتوح للجميع للجميع ما فيه سن محدد ما فيه فيه محددة فمتوقع أنا من شاء الله أن يكون للرماية السعودية الشان كبير وخلال بالكثير ثلاث سنوات بيكون لنا نشام فيه نفس المجال سواء على المستوى الجنيار أو كان مستوى على السونيار والحمد لله الآن عندنا يمكن ما يقارب 15 بطل أتوقع إن شاء الله يكون 2-3 إن شاء الله في باريس 20-24 إن شاء الله نتمنى ذلك أنا بسألك الرماية هل هي موهبة ولا تدريب؟ فيه موهبة في الرماية؟ نعم كيف الموهبة يعني؟ الموهبة الشخص موهوب في نفس مجال زي واحد موهوب في كرة القدم زي واحد موهوب في الرالي زي واحد يعني هي موهبة لكن الموهبة تحتاج إلى تنمية الموهبة تحتاج إلى تدريب الموهبة تحتاج إلى تطوير إلى كوادر تدريبية تطورها لأن تحقق الهدف التي وضعت من عجله بما أنك حكم إذا شفت الشخص الرامي تعرف أنه موهوب أو متدرب بشكل جيد؟ يمديك تفرق بينهم أو لا؟ الحمد لله يعني أنا بما أني أنا في نفس المجال تدريب ولكن أنك أنت تقابل بحكم أنك حكم تقابل مدارس مختلفة في إنحاء العالم يعني في كل البطولة يعني يمكن أن نشارك 56 دولة 57 دولة فتكتشف مواهب الحمد لله أنا من الناس اللي مكتشفين مواهب سبق نجلت لله البطل اللومبي في هيدة الديحانية عن أبطال قبل يطلعون كان معلم أستوى الجنير والحمد لله الآن هم من حقق بطولات كاس العالم في 2021 إن شاء الله نبغى بطل أيضا سعودي بإذن الله مع المستقبل بإذن الله مش هيئة الله عندنا أبطال وقريبا إن شاء الله أسترانهم يا أفضل أستاذ إبراهيم المطيري أشكرك وفخور فيك أيضا كونك أول حكم سعودي للرماية إن شاء الله بالتوفيق لك بإذن الله